بعد أن كان العراق قبل 2003 يمتلك نظاماً تعليمياً يعد من بين أفضل أنظمة التعليم في المنطقة بحسب منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونسكو والذي حاز على جائزتين منها وأوصل العراق إلى بلد خال من الأمية يعاني اليوم من فساد وتراجع في مستويات التعليم جعل الجامعات العراقية خارج تصنيف شانجهاي في سنة 2020 العراق الذي لا يزال لديه أكثر من ألف مدرسة طينية وبلغت نسبة الأمية في بغداد خمسين في المئة كما صرحت بذلك لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد فضلاً عن توقف ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف طالب عن الدراسة انهيار قطاع التعليم في العراق كان واضحاً بآثاره السلبية على المجتمع والعل من آثاره الكارثية الشهادات المزورة الصادرة من الداخل والخارج حيث بلغت نسبة التزوير في الشهادات الصادرة من إيران فقط نحو تسعة وتسعين في المئة بحسب وزارة التعليم العالي الحالية كما تم الكشف مؤخراً عن وجود ثلاثين إلى أربعين ألف شهادة مزورة في العراق وفقاً للجنة التعليم النيابية احتلال العراقي وفشل وفساد الحكومات المتعاقبة تسبب في تراجع كبير في جميع المجالات ولسيما المجال التربوي والتعليمي بحسب قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق تدخل الميليشيات وأحزاب السلطة في تسيير العملية التعليمية وممارسة التزوير لإيصال مرشحيهم إلى مراكز عليا في الدولة وإهمال التعليم واغتيال الكفاءات العلمية ينذر بحجم الكارثة في هذا القطاع الذي يعتمد عليه نهوض البلد وتطوره حتى أصبح الكثير من الوزراء والنواب وأصحاب الدرجات الخاصة يحملون شهادات مزورة ويتناعمون بامتيازاتها رغم الكشف عن بطلانها مما جعل الشهادة العلمية لا قيمة لها في نظر الشارع العراقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة